ما تنساش بعد ما تتفرج على الدرس وتفهمه كويس جدا هتخش على موقع هتحل.com لو انت اول مرة تسجل عليه هتدخل من هنا وتسجل بياناتك عليه ولو انت مسجل قبل كده هتدخل هنا وتكتب الايميل بتاعك والباسورد واول ما هتدخل على الموقع هيتفتح لك الملف الشخصي بتاعك يبقى انت كده جوه الملف بتاعك هتدوز فوق على دروس رياضيات هتفتح السنة بتاعتك هتلاقي قيمة دروس ترمي اول وترمي تاني هتخش على الدرس بتاعك وهتدخل على الامتحان وتحل الامتحان وتنزل تحت في التعليق تحت الفيديو تكتب لي جايب كام من عشرين ويلا بينا نبتدي الدرس معنا النهاردة درس الوزن الوزن من اسهل الدروس وان شاء الله كله هيعدي على خير يعني ايه الوزن يعني حاجات محتاجين ان احنا نشيلها طيب الوزن بيتقاس بحاجة من تلاتة اكبر حاجة خالص الطن وتحته على طول الكيلو جرام واخر واحد الجرام علشان تنزل من الطن تروح للكيلو جرام محتاج 1000 يعني الطن في 1000 كيلو جرام والكيلو جرام عشان ينزل للجرام برضو محتاج 1000 يبقى الكيلو جرام فيه 1000 جرام طيب الطن بقى عشان ينزل للجرام يبقى كده هيعدي على التلاتة صفار دول والتلاتة صفار دول يبقوا كده 6 صفار مليون يبقى معنا كده ان الطن فيه مليون جرام طيب افتكرها ازاي يا ميس؟ ان اول دور واخر دور كلمة واحدة والكلمتين اللي هما كيلو جرام موجودة في النص بين كل دور والتاني 1000 وعشان تنزل من اعلى دور لأقل دور محتاج مليون طيب امتى استخدم الجرام يا ميس؟ لو الحاجة اللي عندك دي يقدر نونه يشيلها اي حاجة يقدر نونه يشيلها تبقى بالجرام طب الكيلو جرام يا ميس؟ لو الحاجة اللي عندك دي يناس تقدر تشيلها طب الطن يا ميس؟ الحاجة اللي مفيش ناس تقدر تشيلها فمحتاجين ننقلها بعربيات طيب تعال افكرك بقى بحاجة مش الطن عشان ينزل للكيلو جرام محتاج 1000 طب نص الطن عشان ينزل للكيلو جرام يعني نص 1500 زي ما خدنا الدرس اللي فات طب ربع الطن عشان ينزل للكيلو جرام 250 طب تلت اربع الطن عشان يوصل للكيلو جرام 750 نفس الكلام على الكيلو جرام لما ينزل للجرام هو اصلا محتاج 1000 طب نص الكيلو جرام عشان ينزل للجرام 500 طب ربع الكيلو جرام عشان ينزل للجرام 150 طب 3 اربع الكيلو جرام عشان ينزل للجرام 750 طيب أمال الطن بقى عشان ينزل للجرام هو أصلا محتاج مليون طب نص الطن عشان يروح للجرام آه المسألة نص الالف بس 500 وهزود لها الثلاث صفار فتبقى 500 ألف طب ربع الطن عشان ينزل للجرام آه ربع الالف بس 250 وهنزود لها ثلاث صفار تبقى 250 ألف بس بزود كلمة ألف جنب المتين وخمسين يبقى نفس الكلام لو قلنا ثلاثة ربع طن عشان ينزل للجرام آه ده محتاج 750 ألف طيب واتفقنا برضو من الدرس اللي فات ان الكبير على طول بيقه بينضرب الكبير هو اللي بيتضرب لانه هيستحمل الضرب والصغير بيجراله ايه؟ بيتقسم طب يعني ايه يا ميس نضرب في ألف ولا مليون؟ يعني هنعمل حاجة من الاتنين لو الرقم اللي عندك صحيح من غير علامة هنزود الأصفار إنما لو الرقم اللي عندك فيه علامة هنحرك العلامة نحية اليمين بعدد الأصفار طيب والصغير يا ميس يعني ايه نقسم على ألف ولا نقسم على مليون؟ يعني هنعمل ايه؟ حاجة من الاتنين يا الرقم اللي عندك فيه أصفار كفاية فساعتها هنطير الأصفار يا الرقم اللي عندك فيه علامة وساعتها هنحرك العلامة نحية الشمال بعدد الأصفار طيب تعال بقى نشوف الأسئلة بتيجي ازاي؟ أكمل ما يلي عشرة طن فيهم كام كيلو جرام يلا جاهز؟ الرقم بتاعنا جنبه الكلمة الكبيرة ولا الصغيرة؟ الطن وهناك الكيلو جرام يبقى معنى كده أن الطن اللي جنب الرقم يا ميس هو الكلمة الكبيرة حلو والكبيرة على طول بيه ايه؟ بينضرب يا ميس الطن عشان ينزل للكيلو جرام هينزل للي تحته على طول يبقى هينضرب في ألف هنا ثلاث تصفار مع صفر من هنا يبقى أربعة تصفار وجنبيها واحد طيب واحد ونص طن عشان يروح للكيلو جرام والله يا ميس واحد طن عشان ينزل للكيلو جرام هيتحول يبقى ألف والنص يعني نص الألف يا ميس يبقى خمسمية يبقى هنا خمسمية وهنا ألف مع بعض يبقى ألف وخمسمية تاني تلاتة وسبعة من عشرة كيلو جرام علشان يروح للجرام الرقم بتاعنا الكلمة اللي جنبه هي اللي أكبر من الجرام يبقى هتتضرب هتتضرب في كام؟ اه والله يا ميس الكيلو جرام عشان ينزل للجرام هينزل دور اللي تحته على طول يبقى محتاج يا ميس يتضرب في ألف حلوة قوي وانت عندك علامة في الضرب بنعمل ايه؟ بنمشي نحية ايدينا اللي بناكل بيها ادينا اليمين هنتحرك كم حركة؟ تلات حركات ادي كده حركة والأرقام خلصت يبقى احنا مزنوقين في كام رقم؟ رقمين يا ميس يبقى هنحط مكانها صفرين هتبقى تلات تلاف وسبعمية والعلامة اللي طلعت بره خالص دي طالما ما عندهاش قرايب هتتمسح وكأنها مش موجودة تتقرى تلات تلاف وسبعمية طيب تعالى تاني خمسة وتلاتين الف كيلو جرام عشان تروح للطن الرقم بتاعنا واخد الكلمة الكبيرة ولا الصغيرة؟ لا يا ميس الكيلو جرام اصغر من الطن يعني هتتقسم هتتقسم على كام؟ اه لا ده فوق بعض على طول يبقى هيتقسم على ألف عندك أصفار كفاية؟ ايوة يا ميس عندي تلات أصفار من هنا ومن هنا حلوة قوي هتبتدي ان انت تشيل التلات تصفار دول مع التلات تصفار دول هيتبقى لك خمسة وتلاتين طيب تعالى تاني ستين جرام عايزين نوصلها للكيلو جرام اه والله يا ميس ده الرقم بتاعنا واخد كلمة جرام هي أصغر من الكيلو جرام يبقى هتتقسم هتتقسم على كام؟ اه دول تحت بعض على طول هتتقسم على ألف بس انا يا ميس ما عنديش أصفار كفاية عشان اطيرهم طيب انت عندك كم صفر؟ صفر واحد طير الصفر ده مع صفر من بره من هنا كده انت لسه عندك صفرين يبقى هتبتدي تحرك العلامة وهي فين العلامة؟ مش موجودة هتظهر من بره وهتبتدي تدخل جوه الرقم حركتين ادي كده حركة على المليان رقم موجود فاضل حركة واحدة يبقى هحط ايه؟ صفر واحد وهبتدي ان انا نط من عليه يبقى معنى كده ان العلامة ده مكانها هكتب بقى ستة صفر علامة والصفر اللي بره ده بس عشان شكل المسألة تاني 7.500.000 جرام علشان تروح للطن ايه ده يا ميس ده رقم كبير؟ لا ماهمكش الرقم بتاعنا واخد الكلمة الكبيرة ولا الصغيرة؟ لا يا ميس ده واخد اصغر كلمة والصغير بيجرله ايه؟ ماقدرش اضربه هيجرله ايه؟ هيتقسم طيب هيتقسم على كام؟ اوالله الجرام ده اصغر حاجة والطن يا ميس اكبر حاجة من فوق ياه ده هينزل دورين فهياخد تلت صفار وتلت صفار ايه يا ميس انا عرفت هيتقسم على مليون حلوة قوي المليون ست صفار بس الرقم بتاعنا خمس صفار هنعمل ايه؟ هنعمل اللي نقدر عليه هنشيل الخمس صفار من هنا مع خمس صفار من هنا بس طير أصفار من برة كده تبقى صفر واحد يعني محتاجين نحرك العلامة حركة واحدة طب وهي فين العلامة؟ اهي تظهر من برة وتقف تستنانا نشوف هنقولها تعمل ايه؟ محتاجينك يا علامة تنطي نطة واحدة جوه الرقم فهتبتدي انها تنطي الخمسة وهتقف في النص ما بين السبعة والخمسة يبقى احنا هنكتب سبعة وخمسة من عشرة طب افرد بقى سألك وقال لك الجرام في كم كيلو جرام؟ والله يا ميس الكيلو جرام لما كان بينزل للجرام كان بينزل ألف يبقى الجرام لو حابب يطلع له هيبقى واحد على ألف طب الجرام في كم طن؟ والله في العادي الطن في مليون جرام يبقى عشان الجرام يطلع له واحد على مليون طب الكيلو جرام في كم طن؟ خلي بالك ان كاف جيم ميم يعني دلع الكيلو جرام وجيم ميم يعني دلع الجرام انما الطن مقدرش هدلعه اكتر من كده بصراحة يبقى لما يقول للكيلو جرام في كم طن في العادي ان الطن هو اللي بينزل للكيلو جرام لانه هو الكبير وبينزله ألف يبقى الكيلو جرام لما يطلع للطن هيبقى فيها واحد على ألف طيب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين وزن خاتم من الدهب ومديك شوية حاجات تعال نفتكر تاني حاجة اللي يقدر يشيلها النونو بالجرام الحاجة اللي الناس تقدر تشيلها بالكيلو جرام الحاجة اللي الناس ما تقدرش تشيلها بالطن هو الخاتم ده يقدر النونو يشيله ايوة يميس يقدر يشيله يبقى هنختار الجرام 14 جرام طيب وزن المولود وزن المولود ده فيه مولود تاني يقدر يشيله لا يميس يبقى مش هينفع الجرام طيب احنا نقدر نشيله ايوة يميس يبقى معنا كده ان احنا هنختار الكيلو جرام 3 كيلو جرام طيب صعد سمير على الميزان فكان وزنه نص طن 8000 جرام 56 كيلو جرام لو انت قزت وزنك قبل كده هتلاقي وزنك 30 كيلو اقل شوية او اكتر شوية منه يبقى سمير ده لما يطلع على الميزان سمير ده حاجة محترمة يعني اكبر منك اكيد واكيد برضو اتقل منك يبقى وزنه كام 56 كيلو جرام طيب وزن احد الكتب التي تحملها وزن كتاب خلينا بقى نقول من الاول الكتاب ده يقدر نونو يشيلو ايوة يا ميس يبقى هتختار الجرام طيب ميس ليه ما قلتيش ان الكتاب ده انا اقدر اشيلو لا اما تيجي توزن الحاجة هتها من اول النونو اسأل نفسك هو النونو يقدر يشيلو وبعدين لو ما نفعش هو نقدر اشيلو وبعدين لو ما نفعش تقول هو احنا ما نقدرش نشيلو يبقى بالطن لما بتيجي توزن بتوزن من البداية طيب وزن حقيبة المدرسة تعال نقول من الاول هو شنطة المدرسة بتاعتك يقدر نونو يشيلها لا يا ميس دي تقيلة قوي عليه دي تقيلة علي انا شخصيا لكن انت تقدر تشيلها يبقى وزن الشنطة بتاعتك هيكون 3 كيلو جرام طب يا ميس امال الطن بيقسوا بي ايه؟ بيهزن الحاجات التقيلة اللي الناس ما تقدرش تشيلها زي العربيات زي الحديد اللي بنبني بعمارات زي الأسمنت عربيات الرمل الحاجات الكبيرة قوي اللي احنا ما نقدرش نشيلها بتتقاس بالطن طيب ده علامة اكبر او اصغر او يساوي هفكرك باتفاقنا من الدرس اللي فات لما يجي لك حاجتين زي كده هتمسك في الكلمة اللي بالعربي الكبيرة فين الكلمة اللي بالعربي الكبيرة الطن ولا الجرام الطن يا ميس بس هتيجي عندها وتاخد الرقم بتاعها هيتضرب عشان احنا اخترنا الكبيرة الطن عشان يروح للجرام الكلمة التانية محتاج مليون يبقى احنا هندرب التلاتة في مليون هيدينا تلاتة مليون وتبقى التلاتة مليون هي اللي اكبر نص طن ولا ربعمية وخمسين كيلو جرام فين الكلمة اللي بالعربي الكبيرة الطن يا ميس طيب اذا كان الطن لما ينزل للكيلو جرام الف يبقى نصه خمسمية يا ميس بس يبقى الخمسمية هي اللي اكبر طيب مين اكبر دا ولا دا والله يا ميس انا هجري على الكلمة الكبيرة اللي بالعربي زي ما انت قلتيني الاطنان اكبر هجي عندها واخد الرقم بتاعها واضرب والله يا ميس الطن عشان يروح للكيلو جرام الكلمة التانية محتاج يتضرب في الف بقت التسعة تسعة تلاف يبقى مين اللي اكبر التسعة تلاف طيب نص الكيلو جرام ولا سبعمية وخمسين جرام الكلمة اللي بالعربي الكبيرة الكيلو جرام وعشان اصلا الكيلو جرام الواحد ينزل للجرام محتاج الف طب نصه يبقى نص الالف اللي هي كام خمسمية كده تبقى خمسمية ولا سبعمية وخمسين لا يا ميس السبعمية وخمسين هي اللي اكبر طيب ثلاتة كيلو جرامات الا ربعة ولا alfine 750 جرام خلينا نلعب على الكلمة الكبيرة اللي هي الكيلو جرامات 3 كيلو جرام فيهم كم جرام او والله ده الكيلو في 1000 يبقى الثلاثة 3000 الا يعني ايه؟ يعني ناقص ربع الكيلو يعني ربع الالف 250 يا ميس يبقى انا هنا هجيب الطول واقوله الثلاثة 3000 ناقص المتين وخمسين صفر من صفر صفر والصفر ده هيبقى عشرة والصفر ده هيبقى تسعة عشرة ناقص خمسة خمسة تسعة ناقص اتنين سبعة واللي اتنين هتنزل كده بقت 2750 يعني معنى كده ان العلمة ايه؟ يساوي طب بص بقى الجاية دي 225 من 1000 طن ولا ربع طن يلا دور عالكلمة الكبيرة ايه ده ميس انت بتلبسيني ولا ايه؟ دي طن ودي طن مفيش كلمة كبيرة يا ميس جميل معنى كده ان هما اللي اتنين بيتقاسوا بنفس الحاجة يعني الكلمة دي هي الكلمة دي فانا مش هحول اصلا ولا هضرب ولا هقسم هشطب دي معدي طب كده يا ميس عندي 225 من 1000 وربع طب ما لو ترجع كده شوية لأول المنهج احنا كنا بنقول ما ينفعش نقارن 10 بكسر فهنعمل ايه؟ هنحول الكسر العشري الربع العشري بتاعه كام؟ هي اللي اربع كانت موجودة في جدول المشاهير يا ميس ميس مع الخمسة وعشرين تبقى 25 من 100 طب يا ميس سمعه دول 3 قريب ودول قربين يبقى احنا محتاجين نسويهم يبقى هنحط صفر من بره من هنا يبقى كده 225 ولا 250 لا يميس 250 هي اللي اكبر حلوة اوي تعال بقى نشوف المسائل اللفظية اللي بتيجي على الدرس ده اشترى رجل هدية ذهبية لزوجته في عيد ميلادها فاذا كان وزن الهدية 40 جرام وكان ثمن الجرام من الذهب 650 جنيه فكم يدفع هذا الرجل؟ الرجل ده اشترى 40 جرام ذهب الجرام الواحد ب650 فانا بدل ما اقول 650 و650 و650 40 مرة يبقى انا هضرب هقول ال650 هتتكرر يعني هتنضرب في 40 في الضرب بننزل كل الاصفار صفر من هنا مع صفر من هنا هيبقوا صفرين 4 في 25 صفر ومعانا اللي اتنين 4 في 6 24 واتنين 26 جنيه وما تنساش المسألة اللفظية اولها كلام واخرها كلام يعني لازم كلام بالعربي هنا وهنا طيب اذا كان ثمن الكيلو جرام من اللحم 85 جنيه وكانت اسرة تستهل الكيلو جرام ونصف اسبوعيا اوجد ما تنفقه الاسرة لشراء ما يلزمها من ذلك في الشهر خلينا صرح شوية انت حبيب قلبي ما تعرفش تتعامل مع الحاجة ونص دي فاحنا هنعمل ايه؟ هنرسمها ايه ميس هنرسمها دي؟ اسمع بس مني المسألة بتقولك ان الاسرة دي في الاسبوع بتحتك كيلو ونص وعايزين نعرف في الشهر طب ما الشهر اربع اسابيع يعني اسبوع واسبوع 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 في الاسبوع الاول كيلو ونص يبقى التاني كيلو ونص والتالت كيلو ونص والرابع كيلو ونص هو ده بيقولك ثمن الكيلو 85 جنيه يعني الكيلو الكبير ده ب85 وهنا 85 وهنا 85 وهنا 85 الله طب والصغيرين يا ميس هاخد النص ده مع النص ده يبقى كده كيلو هما اللي اتنين مع بعض يعملوا 85 وهاخد النص ده مع النص ده يعملوا كيلو يعني 85 كده يبقى انا هقوله ما تدفعه الاسرة في الشهر يساوي الـ 85 جنيه اتكرارت كم مرة واحد اتنين تلاتة اربعة الكبار خمسة اللي اتنين دول مع بعض ستة اللي اتنين دول مع بعض يبقى انا هضرب الـ 85 في 6 خمسة في ستة بتلاتين صفر ومعنا التلاتة تمانية في ستة تمانية واربعين وتلاتة بعد التمانية واربعين بتسعة واربعين خمسين واحد وخمسين يميس تبقى على بعضها خمسمية وعشرة جنيه انا مش عايزة جنينك طالما في حاجة اسهل توصل بيها للحل استخدمها اخر مسألة اشترى رجل تمن اطنان من الحديد لبناء منزل فاذا كان ثمن الكيلو جرام من الحديد اربعة جنيه اوجد تمن طن الحديد وتمن كمية الحديد واحدة واحدة هنبتدي نمسك المسألة من اصغر وحدة الكيلو جرام انا عندي وحدتين طن وكيلو جرام اصغر وحدة الكيلو جرام طب ثمن الكيلو الواحد اربعة جنيه هو بقى عايز ثمن طن الحديد يعني الاربعة جنيه بتاعت الكيلو هتتكرر ألف مرة يبقى انا هضرب في ألف عشان الطن في ألف كيلو يعني ألف مرة أربعة جنيه كده بقى الطن الواحد باربعة تلاف جنيه طيب الكمية كلها تمانية طن يعني الاربعة تلاف هتتكتب تمن مرات على كل طن يبقى انا هاخد الاربعة تلاف هضربها في تمانية في الضرب بننزل الأصفار هنزل التلت أصفار زي ما هم أربعة في تمانية باتنين وثلاثين كده يبقى الكمية كلها تنين وثلاثين ألف جنيه انا متشكرة جدا جدا على كل حد بيعمل لايك او بيكتب تعليق جميل او موجود معانا اصلا في القناة ومشترك انا بشكركم جدا انتوا اللي بتخلوا المحتوى ده يوصل لناس أكتر اتمنى يجي اليوم اللي محدش يكون مضطر فيه انه ياخد درس محد ويا رب دايما أشوفكم على خير وبكده يبقى خلص الدرس بتاعنا تشرفني لو انت مشترك معانا في القناة ولو انت مش مشترك خليك معانا على القناة هتفهم الدرس كويس واشترك معانا على موقع هتحل دوتكم هتلاقي امتحانات هتلاقي واجبات هتلاقي شرح عشان تخلص من موضوع الدروس الخصوصية واشوفكم يا رب على خير